بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم فلكم منا كل الشكر والثناء وأشكر أيضا بالخصوص حجاج أو حملات البعثة القطرية وعلى رأسهم حملة الهدى على استضافة في هذه السنة موضوع حديثنا هذه الليلة سوف نتكلم عن موضوع خطير خطير لأنه يخرج من بلاد عربية إسلامية لو كان هذا الموضوع يخرج من فرنسا مثلا كان الأمر هيلا لو خرج هذا الأمر من دولة شيوعية من روسيا لهانا الخطب ولكننا سنتكلم عن موضوع خطير يخرج من بلاد عربية إسلامية من بلاد فتحها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يركع فيها لله ويسجد فيها لله وتقام فيها شريعة الله هذه البلاد اليوم تحارب المسلمات في ملابسهن الشرعية ما بقي من أمر يحتمون به إلا أن يطاردوا الفتيات الصغيرات اللواتي أحببنا دين الله عز وجل والواحدة منهن قرأت القرآن فمرت في سورة الأحزاب على قول الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين فقرأت المؤمنة في تلك البلاد الخضراء قرأت هذه الآية فآمنت بربها وأرادت أن تطبق شريعة الله عز وجل في لباسها فوضعت الحجاب على رأسها المسكين ما تدري ما تدري أنها في دولة عربية إسلامية لو تخرج من بيتها تساءل ما هذا الذي على رأسك هذه شريعة الله شريعة الله ممنوع عليك الدراسة ممنوع عليك العمل ممنوع عليك الأماكن العامة سوف تمنعين وتطاردين بل كل رجل أمن يحق له أن ينزع الحجاب من رأسك بعد الشتائم وربما وربما الإذاء الجسدي حتى ليش؟ لأنني طبقت قول الله عز وجل والله لو كانت هذه الفتاة في دولة أوروبية اليوم وفعل بها هذا الأمر لقامت الدنيا ولم تقعد لكننا في بلاد إسلامية عربية من يغيث أخواتنا في تلك البلاد العربية؟ تلك البلاد للأسف الإسلامية التي حاربت منذ أول رئيس بعد الاستعمار حاربت الصيام في رمضان حاربت القرآن كان يستهزأ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في التلفزيون وفي الصحائف عندهم وفي الجرائد عندهم يستهزأ بنبينا بأن رجل بسيط رجل ما عنده شيء معتمد على خرافات وأساطير الأولين هكذا كان يوصف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في صحفهم وجرائدهم أي بلد الخضراء بل بلد سوداء تطعن بديننا وبقرآننا وتصف وكان رئيسهم يطلع بالتلفزيون ويشرب الماء في نهار رمضان ويقول حق الناس ترى بعد اليوم ما في صيام الصيام قل الإنتاجية ليش نصوم؟ نصوم علشان ما نعمل الصيام أخر اقتصادنا ما في صوم بعد اليوم وشنو القرآن؟ القرآن كله تناقضات للأسف للأسف هذا الذي كان يظهر في التلفاز وفي الجرائد ومرة السنين وعصر الحريات والديمقراطيات سمعت يوم من الأيام الأمم المتحدة تكلمت على هذه الدولة العربية الخضراء في الشمال الأفريقي قالت أنكم تبطهدون النساء وتمنعونهن من الحرية في ارتداء الحجاب ما سمعنا سمعنا من يتكلم على حقوق الإنسان في الخليج العربي سمعنا سمعنا منظمات حقوق الإنسان جاي وتصارخ وتقلب الدنيا ولا تقعدها على أن المرأة لابس حجاب عندنا لكن ما سمعناهم يتكلمون ولا يتحركوا تتحرك فيهم شفاههم ولا أقلامهم على اضطهاد المحجبات المسكينات الفتيات المؤمنات في تلك البلاد للأسف العربية الإسلامية وأنا أقول للأسف الشعب في خير بل التقارير التي تصلنا من تلك البلاد أن الحجاب يتنامى في تلك البلاد تخيل طالبات في الثانوي يدرسون في البيت لأنه ما يقدرون يروحون بالحجاب مسكينة الوحدة قاعدة في البيت تقرأ وتكتب وتحفظ المنهج مستحيل تروح المدرسة تدرس المدرسة حرام على كل محجبة في تلك البلاد شا تسوي مسكينة تجي بس تقدم الاختبار تعتمد على شطارتها شوفوا الاجتهاد شوفوا البذل وشوفوا التضحية كل هذا ترى من أجل الحجاب المسكينة تروح تقدم الاختبار تدرون شي سوهم فيها تأتي الشرطة وتعتقلهم يا الله أي جريمة ارتكبتها تلك الفتاة أمرها خمسة عشر ستة عشر سنة تقاد بالعسكر ورجال الأمن الذين بعضهم ليس في قلوبهم ذرة إيمان ليس في قلوبهم ذرة إيمان يجرون الفتيات جرا تخيلوا وينزعون حجابهن نزعا يا الله حتى أبو جهل ما كان يزويها ثم يقتادون اغتيادا تخيل لو بنتك بنتك رجل أمني جرها من الثنوية ولا المتوسطة بس علشان لابس حجاب ويفصخ حجابه شا تسوي فيه تخيل يا جماعة وين قاعدين أي عصر هذا حين 2006 2007 يا جماعة هذا القرن الواحد وعشرين والدولة هذه تصنف على أنها من أكثر الدول حرية تبا للحرية اللي يطلبونها يقتادونها يقتادونها ويجرونها إلى المخفر تدرون ليش علشان المسكينة وهي تصيح وتبكي طبعا راحة الامتحان وراحة الدراسة وضاعة السنة يوقعونها على أنها تعهد على أنها ما تلبس الحجاب مرة أخرى قمة الانحلال قمة العهر يا جماعة إذا قلتوا حرية خلوا حرية تبتغطي راسها كيف؟ يعني خلوا من باء الحرية فتحتوا مواخير للدعارة سمحتوا للخمور فتحتوا كل منكر في البلد طيب من باب الحرية خلوا هالمسكينة تريد أن تتحجد من باب الحرية لكن الحرية على ناس دون ناس للأسف والله يا جماعة أنا تكلم وفي داخلي أغلي أغلي كيف يسمح لتلك البلاد أنها تنظم لمنظمة مؤتمر إسلامي الشعب في خير والشعب رجال وبعضهن طلع بنته وقعدها في البيت أنا أعلمها القراءة والكتابة بل دراسة بل شهادات خلها يشبعون منها لكن ما أسمح لبنتي تطلع بدون حجاب بل البنات أنفسهن أنفسهن ما يردنا الدراسة يردنا الحجاب ويردنا الإيمان ويردنا التقوى وأجرهن عند الله عظيم وأنا أدعو كل الفتيات في هذه البلاد التي لا تؤمن بالله ربا أصلا لا الغريب لو تسمع اسم رئيس بلدهم لن أذكر اسم الرئيس ولن أذكر اسم البلاد أظن كل من يسمعني الآن عرف اسم الدولة هذه التعيسة للأسف التي حاربت الفتيات الصغيرات منذ نعومة أظهارهن على ارتداء الحجاب والرب عز وجل يقول يا أيها النبي قل لأزواجك قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ويقول الرب عز وجل شوف المسكينة البنت الصغيرة التي تبي الآن تطبق قول الله تطلع في المجتمع هذا هنا هذا يطردها هذا يؤذيها بل تخيلوا في جامع من الجامعات في جامع من الجامعات عندهم جاءوا رجال الأمن والقوات الخاصة والعساكر والدنيا علشان شنو علشان في إرهابيين داخل لا حاصروا الكلية حصار تدرون ليش علشان ما يدخلون أي محجبة داخل يا الله شوف الدنيا شوف البلاد وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وأقول لك وزيدك من الشعر بيت علشان شوية ناخذ الحلقة شوية فكاهة ومن شر البليته ما يضحك صراحة وزيرهم الوزير الديني وزير الشؤون الدينية يعني مثل وزراء الشؤون الدينية اللي عندنا هنا في الدول العربية يعني ما يختارون أي إنسان وزير الشؤون الدينية على الأقل واحد شوية عنده علم عنده دين على الأقل رجل في مسحة إسلام هذا الرجل شلون يدافع عن الحجاب الآن في تلك البلاد لما سئل في مقابلة من المقابلات سئل عن الحجاب في هذه البلاد قال بأن هذا اللباس نشاز ويدل على الجهل والتخلف ولا نرضى بلباس يدل على الطائفية عندنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر